السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بالمتتبعات ومتتبعين الكرام انا كرحب بكم كاملين كرحب بالرجال وبالنساء وبخوتي وبخوتاتي وبالقبار وبالصغار بكلكم بدون ستناء اليوم ان شاء الله حدنا فيديو مليئ بالحيل وان شاء الله تحتالى بالعديد من الاخوات ستشارك معكم ضمن هذه الحيل في اخر الفيديو عندي وصفة زوينة هذه البنات المبتديئات يستفدو منها كتمنى لكم يا ربي فرجة ممتعة واللي يعجبوا الفيديو ما تنسوش خطكم وبنتكم ولكم جزيلا الشكر اليد دي البوديزات كترفضوك البوديزة دي الخمسة يطرون كتكون عندهم هاد لاباقتي هادي كتكون نغشية في الراس دي القراءة وهذه اليد كتنزل البوديزة كتحاولوا تخلصوا من هاد من الراس جزيلا إذا كترجوه من الناحض احتاك تنسلوها اليد هادي هذا عندي يستعمالات بزاف البنات غالي مشيه هنا هنا ان ستخيلوا بالاستعمال عندي هنا هاد الأبيني العادي اللي قديم هو هاد كانت نفع اكثر فهاداك الربيني اللي كتكون الجعبة ديالو طويلة كتجي من هنا وكان تخشيها كامل كتدخل بحال هكا تدخل و تستغلي بحيث تخيلو معي انها وصلت حتى الى الدخلات مع ديك الجعبة الروبيني الطويل و هاد بلاسة كتستغليها انا ما غديش يدخليها غدي نقلبها عكس غنديرها هكا باش تقدر تدوزليها في الروبيني و غدي نقلبها حتى الاخر اذا انت فاهمنا الى كان عندكم الروبيني دك طويل اللي ما فيش هاد الكالة هادي غديتدخلوه من هنا من هاد بلاسة و هاد تستغله هادي اهنا ده بقلبتها عكس غنديرها هكا هاد تقولوا لي يا فاش غنستغله هادي كان دائمان دائمان الابنات كنوصيكم بان الحلفة ديال الموعن معاما مماركم تبقى و تخليوها 24 ساعة الى 24 ساعة وهي فازقة را هكا تزعلك و تجمع الميكروبات و انتم معارفين ضروري من دي تساليوم الموعن خصتها تنشف الى ما عندكمش فيك تنشروها كتبقى هادي احسن بديل هكا فيما انتساليوم الموعنة ديالنا نعليقوها فيها و نخليوها تسقطر بش كتنشف كذلك الطرف اللي كنسحوا بهم العادي جدا اللي كان نسحوا بهم اه البطاجي ديالنا مكيش كوزينة ما فيهاش طرف ديال المسيح كذلك ما اللي كان رسول الموعن و نشفوا البطاجي ننشروهم هنا و نخليهم يتسقطروا و ينشروه اه و ينشروه و ينشروه إذا هذا استغلال أول استغلال الثاني الذي قلت لكم البنات هو أنها تعرفوا أن العيالات يعني من أكثرية ما كانت تنازلوش على التليفون ضروري يدخل معنا حتى المطبخ دياننا ونريدون بعض المرس يكونوا نقضي وشغلنا وتليفون الخدام أو لكنا نأخذوا وصفة من التليفون ونريدون أن نطبقوها سوف نشد هذا سوف ندهد هذه البوديزة سوف ندهدها قليلا لكي ندهدها بشكالة سوف ندهد هذه السنينة سوف ندهدها سوف نضغط عليها هكا مثلا جسنينة الفوق ونأخذ مثلا تليفون وسوف نحطه هانتم ما شفتوه هذه السنينة اللي هزينا هم يديروا ككالة هكا كي شدوا تليفون وها هو منظهر ديالو مشدود فيما حطيتوه يعني حطوه بعيد على الماء كتكون يدينا بعض المرات فازقة مصخة وكان قوم شدوا تليفون بيدينا وحيرين معاه كل مرة فيما نحطوه هذا الطائرة على البوديزات موجودين سوف ننفعكم وكذلك سوف ننفعكم في الروبيني كيف ما شاركت معكم كتمنى يا ربي هالأفكار تحجبكم وإلى عجبتكم بسيروا الدابة ونضغطكم واحد لايك فضلا وليس أمرا وهنا لبنات الغزالات بغيت نشارك معكم هات تدبيرها اللي كتكون في معظم البويوت ديالنا وكان عانيوا منها بصراحة كان كونوا مثلا دار جديدة ولا بلا جديدة يعني الحيط ما كان بغيوش كوننا ما كان بغوش الحيط انهو يتقب وكان عانيوا من واحد المشكل هو ان البواني ديال الباب فيما مثلا تحل الباب وتزدح بحال هكا اليوم على غدا اليوم على غدا شوفوو شنو كيتراسي في الحيط او لا الى كان هاد البواني خارجة مزيان كتدير تقب في الحيط انا دا بنوريكم واحد البلاسة كذلك وقع ليها تقب اليوم على غدا حتى تحفرات هاد البلاسة احسن حل هو انكم كتاخدوا واحد القطعة ديال البونجة وكتلسقوها هنايا الي عندكم مستدس الشمع ديروه ما عندكم ش ديروها بسكوتش ولا ديروها باللسق مهم تلسق هنايا وكتبقى دائما لسقه فيما كيواللي عاوثان يتحل الباب وكيتزدح كتكون ديروه واحد الحاجز مبيل البواني والحيط خير ودليل ها هو البنات البواني هادي عندي الى كانت بقات غير هكذا وكتزدح الباب بجهد كتضرب هنا اليوم على غدا اليوم على غدا حفرت لي هاد البلاسة احتولت حفرة كبيرة عاد هنا يمبعد عمرتها بسيما وخاصها تصبخ انا وريتكم بالدليل قاطع شنو كتبير البواني مع الحيط اذا احسن حل كتاخدوا على القيط على البونجة وكتلسقوها كيولي فين ما كيتزدح الباب ما كيتزدح الباب هنا البنات سيشارك معكم واحد الحاجز بينا احنا كدروري وعادي جدا في اي دار انه يجيش نهار اللي كتخمج لنا تفاحة كنغفلو عليها ولكتكون معها تفاح مقيوصة وما كنشوفوهاش وكنت اخروف اننا ناخدو ننكلوها وكتبقى حتى كتخمجو لو كيتزدح عليها بحال هكا كما كنقولو حنا كتتعفن ما تلحوهاش البنات علاش لانها خطيرة كتعرفو انه التفاح فيه مواد حمضية وكتساعدنا في التنظيف عرفتو البنات غادي شدو غادي تحكو هاد تفاح الخامج في الحكاكة عادي بحالة غا نحكوه غا نحكوه في الحكاكة وغادي ناخدو واحد قطعة دي الصابون الحجرة الصابون عادي اللي بدون رايحة غي واحد نربيع بحالكة ونحكوه تهوة ونكبو عليهم شوية دي الماء طايب طايب كي يغلي ومعي القا دي الخميرة هاد ربع هاد الحاجات التفاح قطعة دي الصابون مع القا كبيرة دي الخميرة والمطايب ونحركوهم ونخليهوا يخمر واحد العشرة دي البقايق كي يولي على شكل رغوة وشدوه وطلعوه كامل الاليمينيوم ديالكم وحكوهم بدون مجهود يعني غير غير هكا تدويزة خفيفة وغادي تشوفوا المواعن ديالكم كيفاش غادي خرجو بدل يعني نستغلوا الحاجة كيف ما كنقول لكم انا دائما نستغلوا الحاجة وفكروا مئة مرة فاش ممكن نستغل من هذه الحاجة اللي انا غادي نرميها نستغلها عاد من بعد نرميها هنا البنات غادي يمشي معكم مباشرة لتحضير الحشوة ديالبيتزة اللي كنت البارح شاركت معكم العجيل وجاوني طالبات كثيرة من البنات الأخوات اللي قالوا لي شاركوا معنا الحشوة اليوم قررت بانني بغيت نديرها اللعشة قلت علش الله ملبي طلب ديالأخوات ونشاركها معكم بكل فرح هنا البنات كيف ما كنقول لكم انا بغيت نقول لكم خطوات اللي كندير لانني البارح قلت لكم شحل من حاجة كنديرها وكتسهل عليها ها هو العجيب يعني يجب التوم المجمد خليته هنا ما نجي فين نشحر هاد شيء غلقه موجود عندي هنا كذلك السلصة ديالطماطم ها هي كنشاركتها معكم ها هي عندي كذلك واجدة غير غادي نسخنها هذا الفرماج اللي كنت حكيت معكم ها هو موجود عندي هنا عندي واحد شوية ديت الزيتون بيض كيف ما ممكن دير الاسود انا ما متوفر لي الاسود هنا عندي البصلة البصلة خليت جوج بصلات كبار سنشحرهم لانكتعرف البصلة من اللي كتشحر كتنزل على ذكر واحد سيدة الله يذكورها بالخير كتقولي البصلة من اللي كتشحر كتنزل عند الصحة كتقلال هنا عندي واحد جوج في اللي فلات مهم الكمية كتبقى على حساب نتومة شحال ديرين من بيضا هنا عندي متوفر لي واحد شوية كيف ما ممكن انكم الحشوة تديرو اما الكفتة اما الدجاج اما لداند اما كخوفت اما سوريمي اما اللي عندكم انا احيانا ما عندي اشوة وكانت تديرو غرب الخضراء كتبقى ماشي رائعة كتبقى اكتر من رائعة غرب الخضراء وكتبقى غزالة اليوم انا توفر لي هات شوية كخوفت عندي في المجمد وبغيت يعني نحيضو عليها هنا كل شيء تشحر بوحدة ملحة والبزار فقط سنشحر بصيلة ونزولها وفي نفس المقلة نضيف الفلفلة اللي تهي مع الليحة وبزيرة فقط ونزولوهم وعاد في المقلة اخرى جدي انقية سنشحر هذا الكخوفت سنطريد قضية البزار والطريد قضية الملحة لا تكتروا الملحة لانه يكون مالح والفرماج عندنا مالح يعني ردوا الباله والزيت يكون مالح ردوا البال الملحة سنشحر هذا الشيء لنطويل ثلاثة ومن الملحة سنعود انشاء الله نرى نرى رغيفات نقوم بها ونقوم بها البنات المجمد ونقوم بها ونقوم بها ونقوم بها لديهم حريشة كنوع لن يكون حاجة 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 لن يطلع لي الفطور في الراس ويبغوا يفطروا ليكم سوف نغلفوا ونحتفظ به في المجلمين هنا كملت كل شيء ها هو شحر الكروفيتال بنت حتى وعلى رأي المراحة هو مسخ مهم الله يجعل شباركة أنا اللي أنني هنا سوف نعاون سوف ندير الطون لأنه من بعد مبالي قليل سوف نديره هافل فلا ها هي تشحرات هالبصلة كذلك ها هي تشحرات وهذا السوس سوف نبدأ إن شاء الله سوف نأخذ هذا السوس سوف نديره معكم بربعة سوف نوريكم واحدة وسوف نديرها نفس طريقة سوف نديرهم كاملين وحتفظ الطون كذلك سوف ندير الطون ونصيحة لا تكتروا هنا السوس بثائف لكي لا تتاكلوا ولا تتاكلوا لا تشوف الفم بثائف سوف تتاكلوا بصيلة إذا لديكم مثلا الموزاريلا والفرماج بكمية كثيرة ديروها قبل البصلة ديروها من بعد ما تديرو ما تشحرات لانها من اللي يدوب البنات يقبط لنا الحشوة يقبط هذا الحشوة من اللي يدوب سوف ندير الفلفلة وسوف ندير بحال هكا شوية شوية وصافي البيتزر لا تكون عامرة بزاف سوف ندير وسوف ندير بيديها البنات دائما نقول لكم أختكم بلدية سوف ندير غير رشيشة هنا رشيشة ليه بارك عليهم بحال هكا صافي كذلك الحوت لا توجده هنا حتى نمشي المدينة سوف نلقى الحوت ثم نجيبه معي انتم معارفين في البدية هذا الشيء يكون شوية قليل ندير كذلك دوائر الزيتون كيف قلت لكم إذا لديكم الاسود ديرو اسود الاسود كاخر مرحلة ندير الفرماج الحمر هنا بحال هكا سوف ندير هذا الشيء على باقي الدوائر الأخرى نفس الشيء صافي لا ندير رشيشة الزعتر لأن السيستومات دائرة فيها كمية مهمة الزعتر لا ندير حكيكة الزعتر وخوة يدير الزيت البلدية لكي تفضلوها هذا الشيء وفي الأخير من الذين يدخلوا من الفران سوف يتشمعوا قليلا ومن تحت 4 دقائق ومن ثاني سوف نحبطهم من تحت لكي تأتيهم النار من الفوق ومن الذين يطيبون سوف يرجعون ان شاء الله سوف نحبهم لكم وهذه البنات خرجت الحوت وقخوفت وهذه البنات لاحظوا معي لابات كيف تأتي رقيقة لابات البلدية لا تحتاجها تكون غليدة تحتاجها 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 وهذه البنات أشوف تكون أجبتك ونحن لدينا يشارك معنا الحشوه بإذن الله أمريك أتنعيكم شكراً لكم